هذا وقد أخذت العلاقات المصرية الإفريقية اتجاها جديدا منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد حيث جعل البحث عن حلول لأزمات ومشاكل القارة الواعدة إحدى أهم أولوياتها التكامل التجاري القاري تطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية أهداف تسعى إليها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الواعدة مع القارة الإفريقية ومع توالي الرئيس السيسي سدة الحكم أخذت العلاقات المصرية الأفريقية اتجاها جديدا وسياقا مختلفا لأنه أعاد أفريقيا إلى مصر وأعاد مصر إلى أفريقيا وتعند المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة بإكوس من الأسواق الوعيدة للصادرات المصرية حيث سجلت علاقات التبادل التجاري بين مصر ودول الإكوس حوالي 491.000.000 دولار أمريكي عام 2019 وهو ما يعادل نحو 7.2% من إجمالية التبادل التجاري المصري مع القارة خلال العام نفسه وبما يمثل نحو 2% فقط من إجمالية حجم التبادل التجاري للإكوس مع العالم كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسة 3 مليارات دولار عام 2020 فيما تبلغ قيمة الفائض التجاري 1.4 مليار دولار لصالح مصر في عام 2020 هذا وتبلغ صادرات مصر لدول الكوميسة نحو 45% من إجمالية صادراتها للدول الأفريقية التي سجلت عام 2021 نحو 4.767 مليار دولار في مقابل واردات بقيمة 2.96.000 مليار دولار في عام 2020 ذكر تقرير صادر عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسة أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنافذة داخل دول تجمع الكوميسة عام 2020 بإجمالية مشروعات المنافذة بلغت 32 مشروعاً مما يمثل نحو 32% من إجمالية عدد المشروعات بدول التجمع ترجمة نانسي قنقر